اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ما نخش هناك امر لازم ندي الناس حقها الشهداء الذين ماتوا لتستمر الحياة يا جماعة مباراة النادي الاهلي جاءت في ظرف شديد الصعوبة ولكنه كان من المهم ان يقدم رسالة للعالم ان دم الشهداء هو ثمن استمرار الحياة وان تألم دويهم ومحبيهم ومعظم الشعب المصري ولكن لتستمر الحياة ونقول للعالم ان مصر امنة والثمن ندفعه وحدنا لو لا تضحيات هؤلاء الابطال العظام ولولا كل هذا الغدر الذي يلاقونه ما كانت هناك مباراة ما كان هناك احتفالات ما كان هناك حياة طبعية الناس تنزل وتروح مدرسة وترجع من مدرسة والناس تروح وظايفة وترجع من اعمالها كل هذا يدفع ثمنه ابطال سيخلدهم التاريخ قريبا عندما تنتهي هذه الغمة وتنتهي هذه الاحداث التي لا يمكن ان يكون لا للاديان علاقة بها ولا للانسانية علاقة بها ولكنها هي امور في الاخر هتكتشفوا انها لعبة الامم التي تعزف على كل الاوطار وتدوس على كل الجماجم لتبقى وحدها في القمة باذن الله كل الخير لمصر وكل التحية لشادقنا الابطال كلمة لازم تقال لان الحقيقة احنا مش جايين نحتفل ولكن جايين نقول بدام الشهداء استمرت الحياة واستمر الاهل يلعب في هذه المباراة مشهد الشرطة وهي بتؤمن هذه المباراة وكلهم يعتصرهم الالم على اخوانهم مشهد الشرطة من داخل الملعب وخارجه كان تحمل هؤلاء ايضا من الالم ايضا من الالم عشان يخلونا نشعر للحياة طبيعية كل الرحمة والخلود لشهداء الف رحمة ونورة على كل شهداء مصر الابرار على كل شهداء الشرطة الابطال اللي الحقيقة دفعوا ثمن حياتهم من اجل ان نعيش وحتى تعيش مصر لازم ان تعيش مصر بكل ملامح الحياة الطبيعية له الوقوف عند حدث معين تعطل الحياة تحويل المسألة كلها الى ما يشبه تجمد الوضع كل ده يحقق اهداف هؤلاء الاشرار لكن ما يحقق اهداف الوطن هو ان تسير العجلة هو ان تمضي مصر قدما في تحقيق اهدافها ان شاء الله جزء من مشهد الحياة العامة الطبيعية والحياة العامة التقليدية في البلاد النشاط الرياضي والنشاط الكروي منه بالخصوص فبالتالي ان ينتصر الاهلي هذا انتصار للوطن ان ينتصر المنتخب الوطني ويتأهل هذا تأكيد على مجريات الحياة الطبيعية في البلاد المناخ العام في مصر ان يعود الى كل ملامحه الطبيعية وملامحه المعتادة هو ده الهدف الذي يرجوه كل محب لهذا الوطن ويسعى اليه كل كاره مصر فبالتالي استمرار الانتصارات الرياضية استمرار تواجد مصر في المحافل الرياضية الدولية والقرية والعربية بالقوة هذا تأكيد على ان مصر فعلا قادرة ان هي تمضي قدما ان شاء الله دوما الاهلي فازن بارح حقق طموحات جمهير وجمهير كل الشعب المصري عزز ملامح الصورة الرياضية الطيبة اللي بدأت تاخد ملامحها الطبيعية سوى بتأهل مصر لكأس العالم بعد غياب 28 سنة استضافت مصر لكثير من الاحداث الرياضية الدولية ما يؤكد على استقرارها وما يؤكد على قدرتها على جذب المسيد باذن الله تعالى من السياحة ومن الاستثمار وايضا من التأكيد على عودة الحياة الطبيعية بل المزيد من التقدم للوطن باذن الله الحياة قصيرة مهما طالت ولكن كيف تمضيها وكيف تنهيها يا رب نولنا هذه الشهادة أجمل نهاية أن تلقى ربك وأنت تؤدي رسالتك بكل الإخلاص بكل الإخلاص ولذلك الكلمة ضمير الكلمة ضمير لا يتقدر تمانها بأي تمل حتى يقدر ينتزعها منك لو أنت صاحب ضمير قلها والتكرل على الله